في نواكشوت صدق البرلمان الموريتاني على تعديلات قانون الجنسية بما يسمح بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية مع جنسية أخرى لكن التعديلات حذرت تولي المناصب السيادية العليا على مزدوجية الجنسية هذه التعديلات قوبلت بترحيب في أوساط الجالية الموريتانية في الخارج مع بعض التحفظات بعد سجال انخرجت تعديلات قانون الجنسية الموريتانية للنور التعديلات تسمح بالاحتفاظ بالجنسية الموريتانية مع جنسية أخرى لكنها تحضر الولائف السيادية العليا على مزدوجي الجنسية التعديل الجديد يلبي مجموعة من المطالب رغم أنه ربما مجموعة من المآخذ لدى البعض ولكنه في الحقيقة كان مقبولا إذن أصبح المواطن حامل جنسية الثانية في المهجر باستطاعته أنه يترشح كبرلمان وباستطاعته أيضا أنه يكون عضو في الحكومة ما عدا بعض الوزارات السيادية مزدوجي الجنسية وإن أبدوا بعض التحفظات على هذه التعديلات لكنهم يرون أنها تشكل تحولا في بسار استفادة الموريتانيين من حقوق مدنية وسياسية وانتخابية كانوا محرومين منها منذ تأسيس الدولة القانون لحد الآن يمثل انتصار أو مكسب في طريق الحصول على هذه الحقوق اشتزنا تقريبا 70% من مطالبنا نعتبره أنه قانون مرضي ونعتبره أنه بداية يكتوق الملصقة بالبرلمان لأنه برلمان ما قال لا قطو إلا فيه تشهدين وبرلمان يناقش القوانين ويعدلها ويربط منه شيء يعود صدور أول قانون للجنسية في موريتانيا إلى سنة 1961 حيث ينص على سحب الجنسية الموريتانية من الحاصلين على جنسية أخرى وقد أجري عليه تعديل واحد عام 2010 يسمح بالازدواجية فقط بمرسوم خاص يحضر التعديل الجديد لقانون الجنسية المناصب السيادية العليا على مزدوجي الجنسية لكنه يخول لهم المناصب الانتخابية والفنية التي يراها كثيرون سببا رئيسيا وراء هذه التعديلات طيب القوث الحرة من واكشوت ينضم إلينا من واكشوت المحلل السياسي محمد سيدي بن لعمش مساء الخير سيدي أهلا بك في البداية ما أهمية هذا القانون الجديد ولماذا تأخر كل هذا الوقت شكرا جزيلا أعتقد أن الحكومات المتتالية لم تفهم القيمة التي يحظى بها الموريتانيون الذين أصبحوا مواطنين في الدول الأخرى وهذا النظام منذ بداية يوصوله اهتم برجال ياسم الخارج وأسس لهم كتاب الدولة تهتم بهم وكانوا محوراً انتخابياً في برنامج الرئيس وبالتالي هو انعكس على تنفيذه وبالتالي فضلاً أنه كان مطلب لدى الموريتانيون بالخارج أن يسمح لهم بالحفاظ على جنسيتهم التي حرموا منها لعقود مجرد أن يحصل أحدهم على جنسية أخرى طبعاً كما قال تقريركم يتحفظ الموريتانيون بالخارج على حرمانهم بعض الوظائف السياسية والسيادية الانتخابية والسيادية وهذا يعود إلى طموح طموح هؤلاء لشغل مناصب ذات التأثير في بلدهم ولكن تبقى هناك كثير من مناصب يمكن أن يشغلوها ويمكن أن يعودوا بسلاسة إلى بلدهم هل ترى أنه يبقى ناقساً إصلاح هذا المشروع أو هذا القانون من الصعب أن تمنح لمواطنين من دولة أخرى ولكنها موريتاني بالأصل هذه النقطة أهم البعض يقول أن هذه النقطة أهم الأصل الموريتاني والجنسية الأولى الموريتانية الأصلية أهم من أن تكون له جنسية أخرى هذا يفوت على موريتانيا الاستفادة من عقولها وعقول أبنائها في الخارج تماماً هو سبب القانون واضح وكما ذكرت الآن ويتعلق باستفادة موريتانيا من الأطر والنخب العلمية المتميزة التي تميزت وأخذت أدواراً مهمة في الخارج في أوروبا وأمريكا والدول العربية وتبوأت مكانها بينما لا يسمح لها بدخول مطار نواكشوت إلا بتأشرة وهذا شيء مفارقة عجيبة هم الآن يريدون أن يستفيدون من هذه العقول ويتركون لها خيار العودة خيار العودة السهلة إلى المواطنة الموريتانية وخيار الاندماج في المؤسسات الموريتانية كما كنت أريد أن أقول إنه من الصعب في أي بلد في العالم إذا كنت مواطن موريتاني وفرنسي فهناك تحفظ في هذا القانون على أن تتبوأ رئيس نائباً بالبرلمان الموريتاني وهو الذي يقرر القوانين وهذه القوانين قد تكون متعارضة مع جنسيتك الأخرى وبالتالي نحن نفهم طموح الجاليات في الخارج ولكن في حساسية هذه المناصب وكونها ستكون مطعناً في قابل الأيام أي وزير أو أي برلمان انتخب من جنسية أخرى ستكون مطعناً وأي قرار صدق عليه سيكون هناك ثغرة في هذا القانون أو في هذا القرار الذي يتخذه مع ذلك فإن المناصب السامية هي مناصب كثيرة مديري المؤسسات الجامعات وغير ذلك يمكن هؤلاء أن يتبوأوا مكان مرموقة وهناك أماكن مرموقة في البلد توازي وتضاهي هذه المناصب التي يحرموا منها للأسف بمجبه القانون هل هناك تقديرات أو إحصاءات عن المتضررين من القانون السابق؟ وعن معاناتهم في السابق أيضاً ما نعرف هو أن كثير من موريتانيين كانوا يعبرون عن امتعاضهم من عدم الحصول من سقوط جنسيتهم الأولى الموريتانية وبعضهم حاولوا الحصول على الترخيص الذي كان ممكناً ترخيص الحفاظ للجنسية الموريتانية بمجبه القرار الرئاسي ولكنهم لم يستطيعوا لأنه قرار يستطيعه رئيس الجمهورية وعادة يأتي بمحابات وبوساطات صعبة وبالتالي معظم هؤلاء الأطر والكوادر الموريتانية حرمت من مواطنتها من سنة 61 وحتى اليوم للأسف بعضها أسات الجامعة في الخارج في أمريكا وفي أوروبا يقدمون إلى موريتانيا وهم عقول مرموقة وهم نخب واعية ولكن يلزمهم لدخول مطار نوأكشوت أو مطار أطار أو غير أو مطار نوأذيبو يلزمهم الحصول على تأشترى تأشترى الموريتانية وهذه مفارقة مؤلمة وهذه مفارقة مؤلمة أعتقد أن بداية الحل في هذا القانون وهناك ارتياح واسع ليس فقط لدى المواطنين في الخارج الموريتاني في الخارج وإنما لدى أقاربهم لأنك أحيانا يكون أخ من جنسيته موريتانية بينما شقيقه جنسيته فرنسي وبالتالي انقطعت الصلة وأحيانا تسوي العلاقات بين بلدين وبالتالي تحصل قطعة أريد أن هذا القانون أيضا أرجع الجنسية الموريتانية إلى أي سيدة موريتانية تزوجت من أجنبي وبالتالي فكانت في القانون السابق كل موريتانية تزوجت من أجنبي تسقط عن هذه الجنسية موريتانية هذا القانون الجديد يعيد للموريتانيات المتزوجات من أجانب جنسيتهم موريتانية تماما وبالنسبة لأبناء هؤلاء باقي موريتاني من الخارج هو أبناء هؤلاء موريتاني الجنسية وهناك مواد في هذا القانون المادة التي جرى تعديلها المادة رقم 30 وتتعلق بحرمان أي شخص يحمل جنسية أخرى من الجنسية الموريتانية وبالتالي هذه المادة التي تم باقي المواد في قانون مدونة الجنسية الموريتانية هي وساري وبالتالي من لديه أب جنسية موريتانية يحمل جنسية موريتانية بشكل تلقائي وبالتالي هناك مواد تنص على هذا الشيء أعتقد أن ابناء الموريتانيين في الخارج سيعودون بسلاسة إلى بلدانهم خاصة مع تجديد أيضا الوثائق المدنية اليوم الوزراء في المؤتمر الصحفي أعلنوا أن وثائق المؤمنة الجوازات السفر وبطاقة التعريف وغيرها ستخرج بطريقة جديدة أريد أيضا أن أشير قبل أن أكمل أن الحزب الاتحاد الجمهوري الحاكم في موريتانيا أصدر بيانا هذا المساء يشيد به به هذا الشيء حيث كما سبق وقلت لكم يعتبرون أن الرئيس الغزواني هو حمل الشعار تقريب الموريتاني من خارج إلى بلدهم والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم شكرا جزيلا لك أستاذ محمد سيد بن لامش المحلل السياسي حدثتنا من العاصمة الموريتانية شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم